عسلامة ريان بوعجاجة باكليتر جبت 13.19 معدل ومن معهد منزا بورقيبة بنظرت تعرفت على المنصة عندي سنين عن طريق الأستاذ تقين شوف في فيسبوك وعن طريق برشا من صحابي جربوها ونصحوني بها ترجبتي مع المنصة كانت باهية في اللوفر سيلفر بتاع الباكليتر لقيت الأسادة في المواد الكل ويلخصوا لنا في الدروس ويفسروا لنا فيها بطريقة واضحة وسهلة برشا مثلا أستاذ صابر بوزيدة في الفلسفة كان يفسر لنا الدروس بطريقة واضحة وطريقة تخلي الفلسفة نحبوها ونقبل عليها ومدام زاد بسمة في العربية وبقية الأسادة وضحوا لنا المنهجية متاع الخدمة متاع كل مادة على خاطر كما تعرفوا الباكليتر فيها خدمة كبيرة على المنهجية ساعات حتى قبل المعلومات اللي بش تحطهم في الدفوار القرية في تاقي أكاديمية عاونتني على الأخر على خاطر أنا نكونيكتي برشا وديما على البيسي وعا سوشال ميديا وأول عام برشا عبيد كانوا يقولولي اختار حاجة بيناتهم برشا ممكن يعرفوش لأنا قدمين بتاع بلاتفورم لسانة اللي تتلهي بتلاي مثلا كل شي دونك حاجة تاخذ مني برشا وقت قتل العبيد قالوا لي اختار حاجة منهم يا لقراية يا لبلاتفورم أما في الأخر حاولت نوفق بيناتهم وحمدوله في الأخر نجمت ننجح بالمعدل اللي حاجتي بيه الحاجة البيهة اللي في تاقي أكاديمي كان عندي أكسير لدروس لكل في أي بلاسة نحب عليها وفي أي وقت يعني مش مربوط ديما أنه لازم نبدأ على البيرو ونجبد ورقة وسطيله بش نجم نقرأ ديما نحط مثلا كيت نبدأ حتى نفطر نبدأ ماشي نقرأ ديما نجم نسمع الدروس ونبدأ معناها نعرف وين وصلت في الدرس هذي كملتوا ولا ما كملتوا وش جوست فما حاجة كهو حصيتها نيغاتيف شوية في البلاتفورم بالنسبة لنا احنا الليتر انو نحزدو لسيكسيون الأخرين اللي عندهم ديزوفر فيهم حاجات أكثر يعني نرجمو يلقاو دي لايف يلقاو تفاعل مع البروفيت احنا في الليتر لاي عنا كان فيديوهات مسجلين ونطبو بالمنصة ان شاء الله في السنين جاية تحاول بشتخدم على النقطة هذية ننصح العباد اللي بشتعدي باك انو تقي أكاديمي رهي تجربة تنجم تعاونك برشة في العام الباك متاعك انك بشتلقى أساذ عندهم كفاءة كبيرة ودروس تنجم تقراها في أي وقت وتزدغل التليفون والبيسين متاعك والانترنت في حاجة باهية وبالتوفيق العباد الكل ورب ينجحكم والسلام ترجمة نانسي قنقر